خبر محتاجين توقف عنده شوية الخبر عنوانه بيقول الأهلي يحجز على ممتلكات عبدالله السعيد ويجمد أرصدته في البنوك الحجز إذن على أرصدة وحسابات عبدالله السعيد في بعض البنوك المصرية وده إجراء من النادي الأهلي بناء على حكم نهائي من مركز التسوية والتحكيم الرياضي عشان عبدالله يسدد مبلغ 2 مليون دولار أمريكي لصالح النادي الأهلي اللي رفع دعوة ضد لعبه السابق ولعب بيرمدز الحالي عبدالله سعيد وده بتهمة التحايل على تعاقده مع الأهلي المصري ولا أهلي جدة لأنه عبدالله فسخ التعاقد مع النادي السعودي ولعب لنادي بيرمدز وده بيخالف بنود العقد اللي كان فيه شرط جزائي بغرامة 2 مليون دولار الحكم اللي صدر لصالح النادي الأهلي بيديله صلاحية الحجزة على أموال عبدالله سعيد بما فيها أموال البنوك والممتلكات لحد ما تتسدد الغرامة بصورة كاملة في خبر رياضي كمان بس يعني أنا لما قرأته كده توقفت عنده بشدة فيه لعب في كرة لعب كرة قدم هو في الدوري الإنجليزي اتقبض عليه بتهمة الاختصاب صحيفة التاليجراف سبورت الإنجليزية قالت أنها مش هتقدر تذكر اسم اللاعب لأسباب قانونية مش هتقول اسم اللاعب لأسباب قانونية لكنه هي قالت لاعب في أواخر العشرينات من عمره ومشهور على المستوى الدولي والمفروض أنه هيشارك مع منتخب كرة القدم الإنجليزي في بطولة كاس العالم الجاية في قطر حسب الجريدة اللاعب الغامض ده بيتحقق معادل وقت فيه بلاغ من شابة اتهمته باختصابها الشهر اللي فات مين بقى هذا اللاعب؟ الله أعلم هو هيطلع أعتقد لعب من أحد ناديين يا إما توتنهام يا إما أرسنال لأن هم دول النديين الوحيدين المشاركين في هذه البطولة فأكيد هيطلع واحد من النديين دول